بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنفقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيرون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاوي له إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتغشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقواتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لا إبرة لأولي البصور زين للناس حب الشهوات من النساء والماء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب قوله نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا ظفر لنا ذنوبنا وقذا عذابنا حسن المقنطر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بلا سهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حدوك فقول اسلمت وجعيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب ولميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلار والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله والله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطا تعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألمطر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يلعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما مدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفتغون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نص ما كسبت وهم لا يظهرون قل اللهم مارك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقواه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نص ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لما بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيع الله والرسول فإن زلوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك لونسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء زكرياء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربه قال ربها ابني من لدنك ذرية طيبة منك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصليه في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكات وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتولد والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جدتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك ألا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى لو ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إن بيننا وبينكم إننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراريا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله وري المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا وقالوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطر يودي إليك ومنهم من انت منه بدينار لا يودي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في لميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقاف إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر من يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد إذا انتم مسلمون فإذا خذ الله ميثاقا نبيين لما آتناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مؤفري قالوا أقررنا قال افشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرا وإليه ترجعون قال أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والساط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يمتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أم عليهم لعناة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ازدادوا كبرا لم تقبل توبتهم ثم ازدادوا كبرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من أولى الضابا ولو افتدوا به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاكلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقاب إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله منام لتبغونا عوجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفرين وكيف تكفرون وأنتم تدلو عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون وإذ كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيضت وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوه هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريده المن للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة خرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون أن منكر وتؤمنون بالله ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقفلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يترون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وإنهون آل المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله أليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أموال مثل ما ينفقون في هذه الحياة كمثل ريح فيها خالدون صوابت حرث قوم ظلموا كمثل ريح فيها خالدون صوابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يانونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم لا ياد إن كنتم تعقلون هنتم أولئذ حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا أضوا عليكم لنا مل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تصبهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يغضركم كيتهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غذوتا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن شلاو الله وليهما وعلى الله ليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمجكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من ثورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم أو يكفتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من لمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة أتقوا الله لعلكم تفلحون أتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفلة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشتنا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جساؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من احتيال نهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سهلا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ولعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نوتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت وتبت قدامنا وانصرنا على القوم الكفرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَرِبُوا خَاسِرِينَ بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَقُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ومأواهم النار وبيث متوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أركم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله جو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم فيه أخراكم فأتابكم غمّا بغمّ فأتابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خفير بما تعملون ثم أنفل عليكم من بجرغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همّتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم الطاق الجمعان إنما استذلهم إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لا مغذرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن ميتم أو قتلتم لإلى الله تشعرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضوا من حولك فأفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فإذا عادت فتوكر على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي إن أن يغل ومن يغلو ليات بما غل يوم القيامة أمة وفي كل نص ما كسبت وهم لا يضربون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأوه جنب وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعبوا لوطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسب من الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل حياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأما الله لا يطيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إن إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب نليم ولا يحسب من الذين كفروا أن ما نبلي لهم خير لأنفسهم إن ما نبلي لهم ليست دعوا إثماء ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبه من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب من الذين يبخرون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوق مما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراس السماوات ولر والله بما تعملون خبير فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ورحل أغنياء سنكسب ما قالوا وقتلهم لنبئ بغير حق ونقول زوء عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظوام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربار تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم فلما قتلتم هم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نص دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تبتمونه فنبذوا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيث ما يشترون لا يحسبن من الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب نليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهر لآيات لآيات لأولل الباب والذين يصياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار بقى الخيطة فما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا منه بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من زكر ننتق بعضكم من بعض الذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنه جنات تجري من تحتها لنار توابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار والدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر منذ ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صغروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ترجمة نانسي قنقر